كلام كتير للفترة اللي فاتت فيما يخص إنشاء شركة لكرة القدم في نادي الزمالك السؤال مهم كل الناس كل جميع النادي الزمالك بتطراحوا يعني فيما يخص هذا المشروع شركة كرة القدم بنادي الزمالك الحكاية زي ما شايفها الأستاذ هاني برزي عدو مجلس إدارة نادي الزمالك لكن إنت تشين شركة لكرة القدم في الوقت الحالي هيكون مفيد في ظل الأزمات اللي بتطارد الفريق في مقدمتها طبعا إقاف القدل أستاذ هاني برزي اقترح تأجيل الإعلان عن شركة كرة القدم لحين حل الأزمات الخاصة بالفريق والتعاقد مع صفقات جديدة وتحقيق الفريق لبطولة سواء محلية أو قرية بعدها هيكون الفريق استعد كيانه ورونكو واسمه من جديد كيكة الزمالك اسمه كبير يعني بكلم على فريق كرة يعني وقتها هيتم الإعلان عن شركة الكرة وطرح الأسهم أمام المستثمرين لتحقيق أكبر استفادة منها طيب مين بقى اللي هيتولى رئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك الأقرب حتى الآن الاسم الأقرب حتى الآن هو الأستاذ عمر الجنيدي ومعه في العضوية الأستاذ أيمن ممدوح عباس وبعد كده هيبقى معاهم حد من إدارة نادي الزمالك يا كابتر حسين اللبيب يا كابتر أحمد سلمان أول اللي هيختاره مجلس الإدارة ده الشكل المبدئي كله لازم بقولك كده إيه حاجات يتم تداولها داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي اشتركوا في القناة